أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لذينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مفن الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاء كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها واجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون واجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن وإذا كان مفلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ورحمة الله أَشَهِدُوا خَلْقَهُ قوم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبرناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبلي فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا أفانا على أمة وإنا على آفارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا مترفوها إلا قالوا مترفوها وإنا وجدنا أفانا على أمة وإنا على آفارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني فراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورسلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ألا جعلها لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يغوارون ولبيوتهم أبوافا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن لنقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركين أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعذناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وأجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآيات ذا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عيد عندك إما ما لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر مصر وآذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب إن أوجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين والآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أمهو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون بل هم قوم خصمون قوم خصمون ويجعلناهم مفلا لبني إسرائيل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاقٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مُبين وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيْنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الأخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُونَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَلُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِفْتُمُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ هَا تَأْكُلُونَ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يُفَتَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمَّاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ وَالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبَرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرُحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَ هُمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرُضِ إِلَاهٌ وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ فَاصْتَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ